اشتركوا في القناة وكذلك طبعاً على الدواعي رفضنا لهذا الاتفاق الموقع مع رئيس طبعاً بين النقابة والوزارة طبعاً بحضر رئيس الحكومة إذن نحن نقول كأساسية حامل الشهادات نرفض الاتفاق الآخر بين النقابات ووزارة التربية الوطنية لمجموعة من الاعتبارات أولها وأساسها هو أن الملف حامل الشهادات تصدر في حق الاتفاق نهائي يوم 18 يناير 2022 وانتظرنا لمدة تقريباً سنة أنه نعاود اليوم نصدر اتفاق جديد في نفس الملف الاتفاق كان ينص على أن الملف دي أساسية حامل الشهادات يجب أن يجد طريقه طبعاً للتسوية قبل ما تم يعني 2002 قبل ما تم 2022 إلى أن تفاجأنا كأساسية حامل الشهادات بأن وزارة التربية الوطنية يعني تبرمج هذا الملف في اتفاق جديد يعني دي اليوم 14 يناير إذن نحن نقتنعنا بأن وزارة التربية الوطنية بغضت دخلنا في حد دوامة دي الاتفاقات اتفاقات بدون أجراء وبدون أطر ما دون نوقع توقعنا اتفاق قبل سنة المفروض اليوم تنزيل هذا الاتفاق وليس توقع اتفاق جديد إذن لذلك يعني بعد ما اقتنعنا بأن وزارة التربية الوطنية معناش واحد الإرادة حقيقية واحد نية صادقة لتنزيل الاتفاق طبعاً قررنا كأساسية دحامل الشهادات العودة من جديد للشارع من بعد ما طبعاً وقفنا الحسيجل لمدة سنة لإعطاء فرصة لحكومة لتنزيل الاتفاق طبعاً قد يكون عندنا أول خطوة نضالية من بعد هالتوقف اللي دامت تقريباً أكثر من سنة يعني يوم تسعود وعشر فبراير بالرباط طبعاً وعند تكون أشكال نضالية أخرى اللي عندنا دخلوا فيها كتنسيقية إلى حين تسوية الملف تسوية شاملة وعادلة ملف حامل الشهادات اليوم يعتبر هو أقدم ملف داخل قطاع التربية الوطنية باعتبار هي ملف يعني اللي حاضر منذ 2016 والأساتي دا طبعاً خاضوا أشكال نضالية سلمية حضارية نسؤولي طوال هذه المدة وكذلك نتعظر ما يكفي اليوم نفروض أن وزارة التربية الوطنية خصت تقوم بأجراءة الاتفاق لذلك مادم الوزارة من بعد ما تسنين كل هذه المدة هذه ومأجراءة الاتفاق فأصبح لزامن عليك فيئة متضررة أن نعاود الرجوع للشارع من جديد وطبعاً كما أدكارت على قعدنا المحطة النضالية للتسعود وعشر ستتبعها أشكال نضالية أخرى تسعيدية كما نظن منذ 2016 نقول بأننا عازمون ومستعدنون لخوض أشكال نضالية أخرى طبعاً نوعية بشوارع الريباط إلى حين تسوية تلميلة أساسية الحاملة للشهادات تسوية شاملة وعادة ومتنسوش تأبونوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي